مع مرور الوقت يصبح هذا الطريق الوعر سهلا بالنسبة لأفراد الجيش الوطني والمقاومة الذين يسلكونه كل يوم هنا في منطقة حسنات بل وصار جزءا من مهمة شاقة يحملها الأفراد على عاتقهم في جهة هامة أيضا من الجبهة الشرقية نحن هنا منطقة حسنات أبناء المقاومة والجيش الوطني نوصل رسالتنا للحوثي بأننا مرابطون في متارسنا وصامدون فيها ويد أخرى تشوق بها القبال لأننا أصحاب قضية أصحاب حق نقاتل من أقل وطننا من أقل بلادنا من أقل تعز وأننا والله والله لن يفنينا ولن يردعنا حتى تحقيق مطلب هدفنا ودحر ميليشيات الحوثي عن تعز قصف الميليشيا المتواصل على هذه الأحياء بالإضافة إلى دخول فصل الشتاء وشدة البرد قلة الإمكانيات لم تقف كل هذه الأسباب عائقا أمام قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مواصلة تأمين المنطقة وكسر محاولات تقدم الميليشيا هذه القبهة تتعرض القصف يومي بشدة العدو يفقد السيطرة يعيش في حالة هستيريا يستخدم الأسلاحة الثقيلة الهون والهوزر والدبابة يستخدم كل ما يمتلك من قوة من السلاح الثقيل مما نهبه من الدولة من أسلاحة الدولة الثقيلة على هذه القبهة رغم هذا كله إلا أننا نحن صامدون رغم القبال والطرق البائرة وسدة البرد القارص الذي يفوت من عرض المجاهدين إلا أننا صامدون المكلكل وحسنات وثعبات ما تزال خطوط تماث ملتهبة وتشهد من وقت إلى آخر معارك كر وفر من دندلاع المواجهات في الأشهر الأولى هنا في الجهة الشرقية من المدينة زيارة خاطفة لهذه الجبهة تلخص واقع التحدي الذي يواجهه أفرادها والمتمثل بقلة الدعم وانتشار قناصة الميليشيات على الجهة المقابلة إلى أن الأكيد في هذا كله المعلويات العالية لهذه القوات المرابطة إذ تستحق التنويه والإشادة في فصل شتاء آخر قارس حمزة أمين قناة بالقيس من منطقة حسنات شرق تعز موسيقى 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 موسيقى